تمارين من اهم التمارين اللي مفروض تعملها مباشرة بعد التمرين وكنت اتكلمت في فيديو عن فوايدها لازم ترجعها بس خلينا نقول سريعا كده الفوايد المهمة او الحاجة ودي اللي بتمكنك اكتر الياقة واليونة وكمان بتحسن المادة الحرك الكامل فبدوره بيقدي لزيادة العضلات وبيحسن ادائك في التقليل اللي بيحصل من التمرين توصيل الدم بشكل افضل للاوتار والاربوطة والعضلات وتقليل الواجع ما بعد التمرين تاني واخيرا بتهدي جسمك بعد تمرين عالي الشدة وبتساعدك على الاسترخاء وتقليل افراس جسمك بالكورتزول فالتمارين دي مهمة جدا تمارين في اللور بادي او الليكزو عموما هنبدأ بالكوادس ستريتش طبعا مش لازم تعمل كل التمرين ديت يعني ممكن تختار لكل عضلة تمرينة واحدة تقدر تتمرنها تلياقتك ما تخلكش انك تقدر تجيب المادة الحركي كامل او تعمل ستريتشين كامل حاول على قد ما تقدر انك تعمل ستريتشين على حسب القدرة بتاعتك لحد ما تتطور فلو فيه تمرين انت صعب انك تعمله وتقدر تعمله سكيب او انك تعمله بطريقة من كاملة مية في المية لحد ما تتعود انك تعمله مية في المية ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي سوبر سيت لايك في كومنت مش خسارة فيه